اهلا وسهلا كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير مرحبا بكم فيديو جديدة كان اغبر نغبر او كان عاود نولي مني كتقاو تسولو فيا فين غبرتي عزة فين مشيتي راني غير هنا يا راني مازالة في المانيا ما مشيت فين غير فقط اه شوية المشاغيل وشوية دي المهم شوية دي المهم شوية اللي كي يخليوني مكان حد شاي ومبلس الوقت كي يدوس ضغية ضغية وركم عارفين المهم غدي نشارك معاكم واحد الوصفتين ان شاء الله غدي نشارك معاكم الوصفة اللي مهم مورئيسة في هذا الفيديو هذي الوصفة ديل العجين ديل هامبورجر او لا العجين ديل خبيزات الهامبورجر كيفاش كان نحضرهم في المنزيل بطريقة سهلة وبسيطة اه ان شاء الله غتكون هذي من الوصفات الصيفية اللي كنحضرها مع وديداتنا اللي كي حماقوا عليها وكتعجبهم سوف نشارك معكم تغامسوا بدون بايت مهم ان شاء الله كل شيء ستشوفه معي في هذا الفيديو إذا كنت اول مرة اشفوا القناة اشاركوا وبركوا على زر الجرس باش يوصلكم ده ايميل جديد دي القناة وتنسوا نشمالي لايك وملايك كومنت نتقاكم في هذا الفيديو احسن الاحسن العجين دي الهامبورجر على البنات كيف ما كتشوفوني سوف نعجل معكم طريقة سهلة و بسيطة او صراحة كيجي غزال حسن ما هذا اللي كنشيريو يعني من المحلات تجارية ومحلات تجارية دائما نخذكم تردوا بالكم لان كين كين البعض الخبيزات اللي كيكونوا فيهم الالكوغول داك شيعلش كانت فادا ومامكان اننا نشيريو بذلك الاشياء ونحضوها في المنزل دونك غدي نحتاج معكم واحد خمسمية جرام ديال دقيق غدي نحتاج كاديك واحد الملعقة كبيرة ديال السكر ثاني دا واحد شوية ديال الخميرة ديال الدر المهم الخميرة اللي غادي تخمرنا هدا غادي نحاولي واحد المعلقة كبيرة ولا ما كملش ديال الخميرة العادية او لو حد ساشي الا كانت عندكم الخميرة ديال الناشفة غادي ندير قبيصة ديال الملح غادي ندير واحد لطاس ولا كاس بحالة شكل هدا ديال الحالي بليكن دافئ وصافي غادي ندور الالات العجين تقدروا تعجنوا فقط بيدكم يعني ما تحتاجوش واحدة دليك بزاف ولا هدا يعني فقط منك تجمع العجين صافي كان 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 حبسوه او دونك غادي نزيد واحد شوية ديال الحليب لما واحد الكأس ونصف او الكأس وراب على حسب التقيق ديالكم على حسب المهم الكيمية اللي غادي تديرو نتو معينكم ميزانكم دونك غادي نديروا الحليب وتقدروا تديروا واحد الكأس واحد ويلا ما كفاكم شا غادي تتكملوا بال تكملوا يعني بالماء دافئ غادي تديروا واحد البيضاء في الاول اللي بنا تراها ما بنتليش في التصوير تديروا بيضاء كاملة تقدروا تديروا جوج بيضاء انا كنديروا بيضاء ويجيوز وينين بزاك اديروا واحد البيضاء وصافي وتعجنوا الخالط كله منين كيتعجن كتزيدوا واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة اللي تكون بحرارة المطبخ وتعجنوا مزيان ذاك الخالط فصافي باش كيجيكم اكرتب كتغطيوه بواحد المنيدل وكتديروا في الماء المونتق وكتحتوه في واحد المكان دافئ صافي بعد ما كيختامر كتجبدوه انتوما كتشفوه الحجم دياله كيتضاعف صافي كان بالليل يديب شوية ديال زيت المائدة وصافي وغادي نحيد ذاك العجين غادي نحطه فوق سطح العمل وغادي نبقى نخرج منه ذاك الهاواء من بعد غادي نوضع كويرات انتوما الكويرات كتشوفوا الحجم اللي بغيتو يعني حاولوا تديروا واحد الكويرات اللي هما صغيرين بحال ذوك القريشلات اللي كان ديرهم قريشلات او القرس كيفما كيسميهم صغير وصافيوا لان من بعد فاش غادي يعودوا يختامروا غادي يوليوا ان يتضاعف الحجم ديالهم وغادي منين غادي تطيبوهم غادي يتنفخو وغادي يوليوا كبار يعني من الاحسن ديرهم صغيرين باش هكدا كيجيكم زوينين وحليلوين دونك غادي نكمل انا هاد الكيمية ديال العجين كلهم غادي نديرهم كويرات وغادي نحطهم في الصحن اللي غادي ندخلو الفران يعني فوق واحد الورق وغادي نكمل الكيمية اللي عندي وغادي نخليهم يختامروا للمرة التانية غادي نغطاهم بواحد المنديل ونحطهم في واحد المكان اللي هو دافئ مع هذا الحرارة ضغية غادي يخمروا لكم وصافي وغادي نشعل الفران يسخن نديروا على حرارة حرارة متوسطة يعني 180 دراجة نخلي يسخن على ما يخمر لهذا الخبيزات وغادي نطيبهم معاكم كيف يختامروا ذلك الخبيزات كيفما تشوفوها انتم ما تخربوه لانك يصداع في الحجم يعني من الأحسان نديرهم صعورين شوية غادي ناخد واحد البيضة وغادي نزيد عليها شوية ديال الحليب فقط القليل من الحليب ونزيد واحد شوية ديال الخل غادي شوية وغادي نرش عليهم الزنجلان لبيض من الأحسان يكون هناك الزنجلان من الأحسان العادي سوف نرشعهم بحالة شكل هذا وسوف ندخلهم الفران منين كي طيبوا البنات كنشعلهم ملتحتهم من الفوق يلا عندكم الفران العادي هذي طيبهم ملتحتهم من بعد تشعلوا عليهم الفوق باش يتحمروا الخبيزات ديال هومبورجر كيجي وكي حمقوا عندما البنات كتشوفو كيفاش كيجي وكيجي ورطت بين وكيجي وزوينين شوفو تلمندر ديالهم والشكل ديالهم والشل فيهم كيجي وغزالين وحسن ألف درجة من هذوك اللي كان شيريهم واجدين لريحات الخميرة كتعة طيب منهم وما كيكونوش يعني صحيين 100% لأنكيكونو دايجة دايرين المواد الحافيضة وشحال ديال المواد اللي كان حاولو مأمكان أننا من استهلكوهاش باش غادي نطيب البنات الهامبورجر كنت شاركت معاكم هاد الاسيوس هادية فاش كان تكون عندي الكفيتة وكان مغين حتفض بها في الموج الميد ما كان ننساش دائما أنني نخلي واحد لاباق ديال الهامبورجر اللي كان ديرو بحالة تشكل هذا عندي داك الالة اللي كان ندير فيها القريسات ديال الهامبورجر يعني كان ندير هاد الفيلم على موتا وكان دير دوك القريسات ديال الكفيتة وكان نضغط عليهم حالة تشكل هادا وكان شكل قريسات اللي خاصين بالهامبورجر يعني ديال الكفيتة وكان حتفض بهم في داك الفيلم على موتا كان ديرهم في الكنجيلاتور وكان خليهم الوقيتة اللي كان حتاج باش ندير الهامبورجر كان نجبدهم وكان ديال كونج لهم بسهولة وهكدا كان حضر لهم الهامبورجر ديالي بواحد بواحد السرعة يعني وما يكي يخد ليش ويقص طويل هاد شي هادا دونك هاد الاسيوسة ديال البنات سعما يلا جربتوا غادي تنفعكم بزاف بزاف في الوقيتة اللي غادي تكونوا مزروبين يعني تجبدهم في اخر لحظة وديكون جليهم غير واحد شوية وصافي وكاد طيبوهم هانتو ما كيتشفو كيكونوا جامدين كان خليهم غيك يتلقوا واحد شوية وكان نديرهم اما تقليوهم في الزيت او لا تديرهم في الفران يعني طيبوهم في الفران وصافي وهكدا غادي يكون عندكم الهامبورجر ديالكم يعني غتوجدوه مع الخبيزات في اقل يعني وقت كتتصوره هاد شي اللي كاين هانتشوفوا معي الخبيزات ديال هامبورجر فاش حضرتوهم مع الكفيتة وهذا هو الهامبورجر ديالي شكل نهائي ديالو كتقدموهم مع الفخيت ومع السلاطة المهم تما كيبقى لكم كامل اختيار كيفاش تقدموهم المهم في هاد الوصفة هادي هي الخبيزات ديال هامبورجر بزاف ديالبنات اللي ما كيبغيوش يشيروهم واجدين وكيحرموا راسهم وكيحرموا وليداتهم لان كيخافوا يكون فيهم الالكول ما كنقدرش ناكلوهم على برة يعني في المحلات إلا إلا كانوا محلات او المطاعم اللي كتكون حالة لعدنا قدروا ناخدوا الهامبورجر شاركت معاكم هاد الالطريقة هادي باش ديروا الخبيزات ويعني صحيين والهامبورجر اللي تقدروا تجدوه لليداتكم اللي غادي يفرحوا إلى أكلهم فضر لان صراحة من بين الأكلات اللي كتحمق عليهم الدراري هذه الأكلة المفضلة عندهم هاد شي لي كنا البنات كانت من هاد الوصفة تكون حجباتكم وكتحلية حضرت واحد تيغاميسو اللي سهله بسد تيغاميسو بدون بايد الوصفة ما غاديش نشاركه معاكم هنا بتتفصيل لان سبق لي وحتيتها في القناة ديالي غايلت ان شاء الله هادي نحاول ديالكم الرابط ديالها كيف ما كتشوفوا يعني كان ديروا بالذك البيسكوي اللي كان نغمسوه في القهوة انا درت هنا قهوة خفيفة هكدا باش لوليدات ما تأطرش عليهم وهم درت الفوغم اللي كبير شي شوية يعني من واحد الحجم دياله متوسط ودرت هاد الكويسات الصغيرين كيجيو هكدا فرديين كيجيو صراحة زوينين هنا ما شاركتش معاكم كيف شح درت الخالط او الكريمة اللي درت فيها القشدة طريقة السائلة درت سائلة درت فيها الفخومش ديال الماسكابون وطربتهم مع شوية ديال الفاني وشوية ديال السكر الساني ده وصافي وحتى طلع الحجم ديالهم تقدروا القشدة طرية انا صراحة كنطلع القشدة طرية بلا ما كنحتاجها صافي درت هاد الفوغم هادا ونخليطهم كي بردو واحد شوية صافي ومن بعد يعني فاش بغيت انقدمهم ندير عليهم الكاكاو بودرة هناك فيما كاتشونا ندير ناس فيه الكاكاو بودرة يعني الكاكاو الحلو واحدة ناس فيه الكاكاو المر لانه ولدين ما كيبغيش الكاكاو المر نهائيا في الحالويات ما كيبغيش يعني دائما ندير شي حاجة وحاجة هكا سوف يدينهم الكاكاو وكيبغيش كتشونا مر نجيل المدقة مر نجيل الزوغم وكيبغيش انا سوف ينزيل هذا النهر فقط سوف ينزيل من بعد تغمسه يعني بالأردبغ كان نقلب على اسمية الفراولة او للفريز. اه سافي وهكذا فش كيكون بارد كنقدموه يعني اه كدسير او لا كتحلية من بعد الوجبة الرئيسية. هادنا نحاول المأمكان دردك شي فقط خفيف. شي حاجة اللي لي ما كتاخدناش وقت لان هذا باقي ما كتعرفو الصيف. اه كنحتاجو وصفات اللي بحالة شكل هذا. ان شاء الله هادي نخليكم الوصفة او للرابط اه يعني فتحت لا فيديو ان شاء الله غيدخلو. وغدي تلقاوه في خانات الوصفة وغدي تشوفو التغمي سوديالي اللي شاركتو معاكم بزاف المرة في القناة غير البنات اللي ما زال ما شافوش ولا ما ما كانوش منضمن القناة قبل من يعني من قبلو كنت حتى ما شافوش هاجي لكينا البنات وغدي نديرو اطحلية دينا اللي صراحة زوينا وسهلا. ما بقى ليا دبا غير نقول لكم اه الى فيديو اخر موضوع جديد فكرة جديدة وكن قولكم تبقى وعلى خير.